و أحمد إذا ودنا شوي نسأل عن سنة سنتنا الحالية 2017 هل في مخالفين حلتهم إلى النيابة؟ طبعاً نحن عندنا اللجنة اللي هي لجنة المحاضر في وزارة تجارة هي تطلع على المحاضر وتدرس وتحيل إلى النيابة التجارية المحاضر متنوعة حتى صار فيه إغلاقات من قبل كانت فيه مخالفات صدر فيها إغلاق قرار وزاري من معال الوزير و فيه مخالفات حيلت إلى النيابة التجارية طبعاً هي من تذهب إلى النيابة التجارية السنة زادت عن السنة السابقة يعني نحن تقريباً فيه منتصف السنة فالحصائيات قريبة عندك؟ لا لأن الحين زاد و حتى وزير التجارة زاد عداد المفتشين نعم يعني حتى تقريباً 150 ضبطية غضائية قبل فترة نعم فهذا هم عزز القطاع في التفتيش و عزز المفتشين و انتشارهم بالأسواق و مراقبتهم للأسواق يعني محل حتى ما عنده مخالفة لما يمر المفتش يحس أنه فيه رقابة طبعاً ايه هذا يعني شيء جيد مؤشر جيد ان المحل و عندنا دوام على فترتين و عندنا يعني الشفتات اللي هي يوم يومين غير المراكز يعني الممقصرين معهم بالمكافأات لا الحمد لله يعني بالعكس حتى يعني فيه التوجيهات ان المفتشين يعني حتى وزير التجارة يطلع معانا تفتيش طالع معانا تفتيش في الشابرة يطلع معانا جولات و يشوف و عارف و شايف طبيعة عمل المفتش و عارفين و الوزارة ككل يعني من جميع قطاعاتها تدعم القطاع لأنه هو الخط الأول في حماية المستهلك